بسم الله الرحيم وهنبدأ دلوقتي مع بعض الخطوة الثالثة وهي هنخش على البرنامج دي الاحداثيات اللي احنا عملناها نخش على بارز زلنا المربع الحواري ده هنخش على نوع اللي هنصر هيبقى اختار اقطاع سكشن هيبقى مستطيل البي زي ما احنا شايفين هدي بثلاثين البي بي تمانين والاتش بي اربعين فالبي بتمانين تمانين والاتش بي اربعين كده مزبوط تمام بعد كده هنعمل 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 يس نيفل دي طبعا ايوه هنخش بعد كده على درجة درجة هتساعدني في ان انا القط الكاميرا هاخد كاميرا من هنا لهنا نزل دي تحت لهنا لهنا اعمل ايسكيب عشان اخرج من الامر انا كده دلوقتي عملت تلات كاميرات لو قفت على ايه الكاميرا فيهم هدي ديني قطاع بتاعها وخصائصها تمام تمانين في اربعين وانكريت يبقى كده مزبوط واشباك على خطوات الاعمدة واشعها على number one ارسي قلم اه اعمل كام في كام واشعها على سكشن جميل بعد كده هاختار طيب اللي عندنا الاتش والبي بكام اه اتش بتلاتين البي بسي تي اتش تلاتين يبقى البي بستين تمام زي ما احنا ادفعنا مزبوط وبعد كده اد وكلوز وانا اختار من هنا اختار من هنا لهنا وبعد كده ترجع الامر زي ما كان لو انا عايز اشيل دي اعملها دليت هاي زرس من هنا اللي هنا انتر اسكيب باي كام من هنا اللي هنا وسكيب من هنا اللي هنا وي اعمل اسكيب زي احنا شايفين دلوقتي كلو جايزة عندنا معادة جوز بارز او كامل بارز التعام المرة دي اخش على ارسي بيم قطع بتاعي ويه قطع بيجيننج ودراج واخد اول نقطة واخر نقطة وعمل اسكيب يبقى انا كده خصصت كل القطاعات اللي عندي بتاعت القمرات والاعمدة واخش على الخطوة اللي بعد كده وهي خطوة قبل ما اخش على الخطوة اللي بعد كده في خاصية هنا جميلة في خاصية مشاهدة جميع المساقط يعني هنا في ايكونة فوق بشوف فيها كل المساقط والتالفرونت اللي هي الاكس تمام طبعا لو اشتغلنا في بي كزا ايكونة برضو بعد كده هنشوف الخطوة ايه التالتة وهي خطوة الساب بورد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر